يعمل معجزات كان زماننا عاملين زي الحاجات دي واضفنا وطورنا عليها كتير جدا بمناسبة الصين عايز اقول لكم ان كان مؤتمر الكابت ده كان مؤتمر مهم جدا ده واحد من اكبر مؤتمرات في العالم اتقدم فيه مجموعة من الابحاث المصرية وحنتكلموا ده جزء من الفقرة عندنا رئيسيا مهاردة بعض الاخبار مباشرة وحيكون عندنا مواجهة فيها كان فيه حاجة اسمها عرض بوستر عرض بوسترز المجموعة من الدكاترة بيختاروا مجموعة من الحاضرين هذا المؤتمر الاستاذ دكتور جمال شيحة وهو من علماءنا في الكبد وبلدياتي ده اهلاوي كان بيقدم دراسته هناك او البحث اللي عمله عن المصطلح الدارج الانترفيرون المصري اللي احنا بناخده هنا مش عايز احرق الفقرة بس عايز اقول لكم ان كل اللي سمعتم من اللي العلماء اللي هناك علماء كبار قوي انا حقول اسماء بتوع الكبد يعرفوهم يعني انا وقفت سمعتهم بوداني بيتر فرنش ده واحد استاذ كبد نمساوي ده من اعلام الكبد في العالم البروفيسور شارما ده مساعد دكتور سارين ده اكبر استاذ كبد في الهند بقوا مزهولين من اللي مكتوب في الورقة ومش يصدقين ان الدوا ده ترخص وبيتاخد في مصر بقوا وجايلهم حالة فزع بيقولوا انتم مجانين الدوا ده انتم بتاخدوه عندكم الدوا ده تجرب الدوا ده ترخص قالوا كلام غريب جدا ولاننا ما بنحبش ناخد حد بالباطل لكن لان عندنا صحة المصرين اهم من اي حد في الدنيا واهم من اي قرارات يمكن ان نتفهم دور السيد وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلي اللي عامل مشروع قومي وده هيفضل في التاريخ للدكتور حاتم الجبلي انه عامل مشروع قومي لعلاج مرضى الكبد لكن مش لاصابة مرضى الكبد مش لموت مرضى الكبد احنا عندنا 12 مليون بنتكلم عن الارقام الجزائر عاملة ميزانية 350 مليون يورو للعلاج برضو كان هناك خبير جزائري قالك لا اللي انتم عاملون ده ما حدش عاملوه ابدا فيش دولة تعمل كده اللي انتم عاملوه ده ده بيتاخد المصريين بياخدوه حوان الدكتور بيتر فرينش قال سأل سؤال جريب جدا قال خد انتم بتعملوا ابحاث ده محتاج ثلاث سنين ده ابحاث ثلاث سنين بدون كلام انتم عملتوا ابحاث عليه وجايين لسه هتاخدوا الترخيص فقالوا خد ترخيص قال طب انتم جبتوا منين انتم عاملين الوزن حاجة علمية كده الوزن 20 كيلو ازاي العالمي اللي موجود عندنا مش عارف 30 و 40 الدكتور يقولولنا ده الدواء بتاع الشركتين الكبار بيروح عند شركة وحيدة هي اللي عندها الحق ده الصين بجلالة قدرها ما قدرتش تعمل ده فبتعمل الدواء اللي بتاخد حقنا يوم بعد يوم الشركة الطيبة اللي عندوكو دي عملت ده ازاي جبت المادة اللي خليته ممتد المفعول منين قلولي اسم شركة واحدة دي يا شركة وحيدة في العالم انتم بتدوا الناس الدواء بدون المادة الفعالة اللي فيه بدون المادة اللي بتخليها عدد اسبوع طب انتم بتضر الناس دي اللي هتاخد الحقان مش هتقدر على فتاخد حقان تاني هي فرق الفلوس كما يا دكتور حاتم هنتناقش مش هنصادر هنترح عندنا اراء عندنا جايبين كل الاتجاهات هيكون معايا دكتور عبد الحميد ابازة مساعد وزير الصحة الاتصال السياسي وهو من الناس المستنيرة جدا وهنترح الموضوع بمنطقة الوضوح هو اللي حصل ده يحصل يجوز هيكون معايا دكتور ويحا الشازلي استاذ امراض الكبد ورئيس قسم الجهاز الهضم والكبد في طب عين شمس وواحد من اللي واخدين موقف من هذا الدواء اللي شايفينه مضر جدا وكارثة مصرية لان الدكتور جمال شيحة للأسف في تايلاند مش موجود في القاهرة الدكتور محيد دين عامر استاذ امراض الكبد بطب القذر وعضو فريق ابحاث تبع الشركة المصرية اللي بتنتج هذا الدواء دي الشركة المصرية بتنتج ادوية عديدة جدا وهذا الدواء من ضمن الادوية اللي انت جيتها وترخص ليس في عهد الدكتور حاتم الجبالي وده حنسأل فيه فين اوراق الترخيص وتعاملت ازاي وعلى اساس ايه قولولنا انه خطوات الترخيص واحد اتنين ثلاثة صح صح قبل ما اكمل حضراتكم عندنا ايه وهذا قلوك خبر لازم نسعد ديه رغم انه في الصين وزير الصحة الصيني قرر منع طلب تحليل فيروس بي او سيل لتعاين وظيفة اعتبر ان ده تمييز ففي المؤتمر في بداية المؤتمر كان موجود ناقي وزير الصحة قال لك قرار في الصين ما فيش شرك ولا مؤسس ولا جهة تقول لك هاتلي جواب او قرار او تحليل يقول انك ما عندكش فيروسي او بيه وإلا ما تتعينش فيش حاجة بتقول كده ولا يجب ان يكون احنا عارفين ان في اسيا وفي دول اسياوية عديدة منها المملكة العربية السعودية بتشتري التحليل فيروسي في جهود حتم بالتنصيق مع طلب مصري وبعض الدول ان ده يتعمل تبقى هناك ضغوط لان ده تمييز ضد البشر اصدقائنا اللي بيبعتولنا على الموقع بتاعنا وعلى الفيسبوك احنا بنشكركم وزعلانين لاننا ما عدناش بنقول رسائلكم معلش والوقت بقى ضغط شوية عندي حاجات كتير النهاردة كمان ناس كتير بعتن لنا مشاهد ولقطات يعني ناس تميحكم عذرا بحب شديد جدا بلاش تبعتولنا حاجات من عندنا احنا كمان عندنا خبرة وبندخل عن نت وشايفين المواقع والصور القديمة والحاجات اللي مكتوب عليها احنا مش عايزين نعمل كده احنا عايزينك انت لو عندك صورة لو انت غطبان لو انت فرحان لو انت شايف صورة حلوة لو انت شايف صورة وحشة خليك البطل يعني خليك الكاتب والمؤلف والمخرج وبعتنى وحنزعها فورا لكن صور النت اه ما فقاش اضافة يعني ممكن احنا نعمل ده اما القراء الكتير بتاعتكم عايز اقول لحضراتكم ان عندنا فريق عمل كامل قاعد يدرس كل كلمة بتقولوها علشان نظل على تواصل معكم اه هاختار بس الاستاذ بوليس راغب اللي بلاحي يتهمنا احنا لسه بنسخن يا عام بوليس تحياتنا اولا ليك بيقول ان احنا ضد الاقباط مش لا نناقش قضاياهم بوضوح ولا بصراحة ولا بياخدوا حيز احنا ما عندناش اقباط ومسلمين احنا عندنا وطن ومصريين فبننقش كل القضايا فعندما تصبح هناك قضية تمس شريحة من المصريين هننقشها واعتقد ان في اول يوم في هذا البرنامج كان اول تليفون يدخل علينا شاب قبطي من مرسى مطروح بس احيانا الحساسية الزيادة بتخلينا نتعامل مع الامور بشكل عنيف بس يا الحقيقة بلاش حساسية احنا هننقش كل القضايا في هذا البرنامج كل ما يهم المصريين مسيحيين ومسلمين الفقرة التانية اللي انا ما قدرتش اكملها الاسبوع اللي فات عام احمد السماك هذا الرجل العظيم اللي طلت حبيت على رأسه هيكون معانا النهاردة هنسمعه لان الرجل ده حكايته وحكاية رجل من الزمن الجميل رجل لما تشوفوه كل واحد هيحس ان حد من عيلته رجل ابتدى بفرشة سمك ولم ينتهي ولكنه رمز وقيمة بيلتف حوله كثير من المثقفين واهل الخير والناس المحترمين رجل بيحب السمكة وبيكلمها وبيصلي والقضة لما تشوفوه بيصلي بتروح تصلي وراء حكاية عام احمد السماك هتكون جزء من حلقتنا النهاردة بعد الفاصل مصر النهاردة فيها حاجات كتير موسيقى